تراجع حالد السكن في تصنيف أفضل المدن للعيش والحكومة السويدية تدرس توصيات منظمة التعاون الإسلامي وتضع خطة جديدة للرقابة على الحدود هذه العنوين وغيرها في تفاصيل نشرة أكثر لهذا اليوم هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال خطوط الملكية الأردنية نحلق معا نايل إير شركة طيران المصرية الرائدة كاملة الخدمات أهلا بكم تراجعت العاصمة السويدية سوكولم بشدة في تصنيف الأماكن الأفضل للعيش في العالم حيث تسبب تحداث حرق الكتب الدينية أزمة تهدد سقرار المدينة وفي الوقت الذي استمرت فيينا العاصمة النمسوية في تصدر القائمة تراجعت السوكولم بـ 22 مرتبة لتصبح في المركز الثلاثة واربعين بحسب تقرير مجلة الإيكونوميست البريطانية يذكر أن التقييم يعتمد على عدة عوامل تتضمن الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم والبنية التحتية تحدث الرئيس الوزراء السويدي أورف كريسترسون ووزير العدل يونار سترومر خلال مؤتمر صحفي لهما عن التحديات الأمنية المعقدة في السويد والحاجة لاتخاذ إجراءة فورية لحماية الشعب السويدي وتناول المؤتمر قضايا متعددة تشمل انتشار روايات مختلفة عن البلاد وظاهرة انتشار الرسائل الكراهية واشدت كريسترسون على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي مؤكدا أن الحكومة تتصل يوميا بأجهزة المخابرات السويدية وتبذل جهودا للتواصل مع دول أخرى كما أعلن عن خطة جديدة لتكثيف الرقابة على الحدود لتحديد هوية الأفراد الذين يحاولون دخول البلاد وأسباب دخولهم إليها مشيرا إلى أنه من المهم منع الأشخاص الخطرين من الدخول إلى السويد ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك يوم غد الخميس الثالث من أبو غصص وأوضح كريسترسون أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تعديل القانون لإعادة النظر في تصريح تجمعات العامة بهدف النظر من منظور نمني أوسع موضحا أن ذلك لا يهدف إلى تقييد حرية تعبير بل يركز على منع دخول الأشخاص ذوي العلاقات الضعيفة إلى السويد لارتكاب أعمال إجرامية أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بلستروم أن بلاده تعتزم التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الإسلامي وذلك عقب إدانة 57 دولة إسلامية عضوة في المنظمة للسويد والدنمارك على خلفية أزمة حرق الكتب الدينية في السويد وفي تعليقه على القضية أشر بلسترومي إلا أن المنظمة قدمت العديد من المقترحات والتوصيات للسويد مؤكدا أن السويد سوف تدرس هذه الأمور بعناية وستواصل الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي والدول العضاء فيها وأضاف أن تحليل الوضع القانوني للمقترحات والتوصيات ومدى توافقها مع القولين المحلية بما في ذلك قانون النظام العام يجري حاليا من قبل وزارة العد السويدية أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد وفي ختام هذه النشرة نلقي الضوء على مسألة الزياد مبيعات مشروبات الطاقة الزيادة كبيرة في السويد حيث ارتفع السهلاك السويدي لمشروبات الطاقة خلال العام الماضي وأتم تسجيل السهلاك 74 مليون لتر من الكحول وهو ما يعد زيادة بمقدار أربعة أضعاف عن معدلات البيع في 2010 وكانت قد حذرت هيئة الأغذية السويدية من مخاطر السكر الزائدة المرتبط بتناول هذه المشروبات بالإضافة إلى الأثار الجانبية الأخرى التي قد تترتب على تناول المشروبات الغازية الأخرى وفي تعليقها على الأمر قال أيهان ألاندر المسؤول في الهيئة إن القلق الرئيسي يتعلق بحقيقة أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مما قد يسبب نقص النوم وتسرعا في ضربات القلب حسب تعبيره ترجمة نانسي قنقر